يجي بقى مثلا شخص الوقت يمحتاج دم بيروح داخل عنده حاجتين يا إما بيبعت لنا بيخش على الويب سايت بيتفتح له زي فورم يملى بقى كل مطلوب البيانات بقى والفصيلة اللي محتاجها وكياس الدم والمستشفى وطبعا ساعتها بنحط يعني تحذير اللي هو خلي بالك يا متبرع وانت راح تتبرع ان انت راح فعلا تتبرع لمستشفى خاصة او اضمن ان انت دمك ده يستخدم صح ميني بيكلمه لا احنا كل ده في الفورم احنا بنخشش هو بس في كده زي ديسكليمر كده يعني حاجات معينة بتتكتب كده عشان الناس تبقى يعني فهمهم هيا راح تعمل تحذيرات بالضبط ومين اللي بيدخل عليكم ان هو عارف المعلومات دي لا احنا خلاص احنا الناس دلوقتي بقى يتعارف ان هو محتاج تبرع بالدم اول حاجة بيروح داخل على الويب سايت يقول معلوماته يبدأ يشوف مثلا ايه ناجتف مثلا يبدأ بيكلم هو بيبدأ يكلم الناس يعني هبنسهله ان هو يخش بدل ما نقعد نسأل ونبعث احنا محتاجين مش عارف مين فاصيل قدامه وكذا هو بيخش يبدأ يكلم الناس ومن ناحية تانية بيبعت لنا الابليكيشن احنا بناخد البيانات دي وبنروح نشرينها على السوشيال ميديا ومعنا خلاص دلوقتي مؤسسات وناس كتير من مجال الفن بيساعدوا معنا ان انت اول ما بتحط حالة معينة كله بينشرها على السوشيال ميديا فبتلاقي ان الحالة دي بتوصل لناس اكبر فاللي بيشوف الحالة كم متبرع مثلا حطينا مثلا فصيلة اضمن كمان يعني فهم اضمن بان ان في حاجات بيبدأ حصل بقى بيروح بقى هم يكلموا بعض هوا المتبرع بيروح مكلم اللي محتاج التبرع وبيكلموا بعض ويقابلوا بعض الحالة الوحيدة اللي احنا عشان موضوع دلوقتي بعدا ما كبر فبقى كتير قوي فيه مؤسسات وشركات مثلا بيكلمونا اللي هو عايزين نعمل معاكو حملة دم فيه مثلا ماراثن بيبقوا عايزين نشارك معاهم فاول ما بنخش في أرض الواقع ان خلاص فيه حمالات على أرض الواقع ساعتها بنك الدم القومي بيخش معنا يعني هو بيبقى الشريك معنا هو اللي بيخش بيبقى التكاترة بالفريق بتاعه بيجمع الدم هو اللي بيعمل التحاليل والحاجات دي احنا مجرد مبادرة وسيط بس برضو اسألك عن التجربة اللي حصلت مع سوني ويعني انا عايز افهمها بالضبط منك وتقولي لانها طبعا حاجة يعني طيب هي الموضوع يعني طبعا يعني من الموسيقين اللي واحد اتربى عليهم وانا طبعا يعني ده بالنسبة لنا هو والموسيقار برضو ابن خالد شريب زازة الموسيقار عمر خيرت طبعا فانا اكيد الناس دي الواحد متربي يعني على حاجتهم فانا لما قررت ان انا عايز ااخد خطوة المزيكة هي صدفة ان انا كنت اخر وظيفة لها كنت بشتغل في دبي وكنت بقى عرفان وعايز اسيب الشغل وعايز اشتغل في يعني عايز المزيكة بقى لها 15 عرسانة في الدم بتعامل معك انها هوية كنت تشتغل شغلانا ما انتش راضي عنها زي الكليب اللي انت عملت اه اه